اهلا بكم الى موجز اخبار الان اكد وزير دولة الامارات للشؤون الخارجية دكتور انوار جيرجاش ان على قطر ان تعرف بان الحل يكمن في التوجه الى الرياض وليس في تدويل الازمة وفي تغريدة له على تويتر قال الدكتور جيرجاش انه بعد مجهود كبير لتدويل ازمته مع اشقائه وبعد ان يطبل اعلامه ويصرح بمظلوميته سيكتشف الشقيق ان الحل في الرياض وعند الملك سلمان وفق قوله وعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاثنين بعرض استراتيجيته لمكافحة داعش خلال اسبوعين مشددا على ضرورة تجفيف منابع تمويل التنظيم واشدد ترامب على ضرورة التصدي بقوة لمصادر تمويل داعش في اشارة الى الجهود التي بذلت في مؤتمر الرياض خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا الى المملكة تمكنت قوات سوريا الديمقراطية فجر اليوم من استعادة السيطرة على نقاط جديدة في حي حطين غرب مدينة الرقة وذلك عقب ساعات من اعلانها تحرير حي الرومانية ورفق العمليات العسكرية قصف مدفعي وغارات شنها التحالف الدولي استهدفت مواقع داعش داخل المدينة نشرت وكالة تسنيم الايرانية صورا تظهر الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني وقالت انها في البادية السورية قرب الحدود مع العراق واظهرت الصور سليماني وهو يتوسط مقاتلي ميليشيا فاطميون الافغانية التي تقاتل تحت امرته الى جانب قوة نظام الاسد صوت مجلس الامن الدولي بالاجماع على تمديد عمليات منع تهريب الاسلحة الى ليبي عبر البحر المتوسط وقر الدول المجلس الخمسة عشر القرار لمدة سنة اضافية والذي يخول وحدة البحرية الاوروبية اعتراض اي سفن يشتبه في حملها اسلحة ونقلها الى ليبيا اصيب عشرة اشخاص على الاقل بعد هزة ارضية بقوة ست درجات وثلاثة عشر الدرجة على مقياس ريختر ضربت ساحل بحر ايجا غرب تركيا وجزيرة ليسبوس اليونانية وقالت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية ان مركز الهزة سجل في بحر ايجا على بعد احد عشر كيلومتر جنوب قرية بلوماري الواقعة على الساحل الجنوبي لجزيرة ليسبوس اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي الاطار العام للخطط التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية الذي يتضمن اربعة محاور رئيسة هي الرقابة والضبط المروري وهندسة الطرق والمركبات والتوهي المرورية ومحور تطوير الانظمة والادارة جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في مركز التحكم الموحد بين مطر الطاير المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات واللواء عبدالله المرري القائد العام لشرطة دبي الى اللقاء